حدثنا هارون بن معروف حدثنا ابن وهب يعني عبد الله ابن وهب المصري قال عبد الله وسمعته أنا من هارون حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران عن هبيب بن مغفل الغفاري أنه رأى محمدا القراشي قام يجر إزاره فنظر إليه هبيب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه خيالاء وطئه في النار حثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال أخبرني أسلم أبو عمران عن هبيب الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وطئ على إزاره خيالاء وطئه في نار جهنم حثنا قوتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أنه سمعه بيب بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا يجر رداءه خلفه ويطأه فقال سبحان الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وطئه من الخيالاء وطئه في النار ترجمة نانسي قنقر